ازايكم في الفيديو بتاع النهاردة انا جاي اشرح لكم كده يعني ايه القواعد المخصصة او القواعد الاوتوماتيكية في اعلانات الفيسبوك او ما تسمى بالاوتوميتد رولز ايه هي بقى القواعد الاوتوماتيكية او الاوتوميتد رولز وازاي استخدمها واستفيد بيها بايه في الاعلانات بتاعتي هو ده اللي انا جاي اشرحه لك النهاردة بس خليني في البداية اقول لك لو بتتفرج علي على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتتفرج علي على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان ياصر كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالى اشرح لك ازاي تقدر تعمل قاعدة اوتوماتيكية لإعلاناتك على الفيسبوك وازاي تقدر تستفيد منها مبدئيا كده يعني ايه قاعدة وبستفيد منها بايه الفكرة ببساطة شديدة ان انت لو عندك اعلانات او عندك حملات اعلانية كتير وجوه كل حملة اعلانية بلاقي مثلا ان انا عندي اكتر من مجموعة اعلانية وعندي جوه كل مجموعة اعلانية عندي اعلانات كتير فعايز ابدأ اعمل قاعدة ايه هي القاعدة اللي انا عايز اعملها او عايز اعمل عدة قواعد على سبيل المثال ان انا مثلا عايز اقول يا فيسبوك انا دلوقتي عامل حملة واثنين وتلاتة واربعة شوف كده الحملة اللي مثلا تلاقي ان سعر الرسالة فيها عدى الواحد دولار او عدى الاثنين دولار وقفها انا مش عايزها وشوف مثلا على سبيل المثال لو انا عندي مثلا كامبين واحدة زي دي جواها اكتر من مجموعة اعلانية فهقول له والله شوف المجموعة الاعلانية اللي مثلا في خلال سبعة ايام سعر النتيجة مثلا كان اقل او كان اكتر من اثنين دولار فوقف للمجموعة الاعلانية دي واسيب الباقي شغال او مثلا على سبيل المثال لو لقيت مجموعة اعلانية تكلفة الرسالة الوحدة فيها او تكلفة النتيجة الوحدة اقل من واحد دولار او اقل من ستين سنت مثلا على سبيل المثال اعمل لها سكيلينج وابدأ زود البودجت دوا مثلا كل تلات ايام او كل اسبوع عشان الحملة دي بالنسبة لي هتبقى نجحة اما مثلا المجموعة الاعلانية دي لو التكلفة فيها مثلا زادت عن اثنين دولار فوقفها انا مش عايزها او على سبيل المثال لو انا عندي مثلا مجموعة اعلانية خطت جواها اثنين اعلان ومثلا انا فاتح السي بي او بتاعهم بحيث ان السي بي او طبعا ساعتها هيشوف اني كامبين او اني اعلان اسف اني اعلان هو اللي جاب نتيجة اكتر ويبدأ يصرف عليه فوارد ان الاعلان التاني اللي هو ما يجيبش نتيجة وارد ان هو ما يصرفش عليه حاجة خالص فانا لا عايزه يتيست او يعمل تجربة حقيقية للاعلان مثلا دوا فقوله لا انت على الاقل يصرف لي مثلا مية دولار على الاعلان ده حتى لو هو فاشل علشان اتأكد من نتيجته ده مثلا يعني على سبيل المثال ازاي بقى قادر اعمل القواعد ديا وبستفيد بها في ايه مبدايا كده بستفيد بها في ايه بستفيد بها ان انا لما بيكون عندي مجموعات اعلانية كتير وعندي حملات اعلانية كتير وعندي اعلانات كتير وعايز اعمل رولز تخلي الفيسبوك يديرها بشكل اوتوماتيك فالاوتوماتيد رولز او القواعد ديا بتساعدني طيب إزاي بقى أعمل القواعد دي أول حاجة بندوس على كلمة القواعد هنا وندوس على إنشاء قعدة جديدة وندوس على القعدة متخصصة وندوس على التالي ونبدأ هنا ندي اسم القعدة وليكن مثلا على سبيل المثال أنا هقوله إن أنا عايز يطبق القعدة اللي أنا هعملها دي دلوقتي على كل الحملات الإعلانية الناشطة وheavyجأ أقوله إن الإجراء اللي أنا عايز أعمله إنك إنت تتوقف الحملات الإعلانية طب إيه الشرط يعني إمتى يوقفها يوقفها في حالة ان النتيجة او التكلفة لكل نتيجة كانت اكبر مثلا من اتنين دولار يبقى هو هنا هيعمل ايه هيقول ان كل مكان اي حملة اعنانية النتيجة بتاعتها تخطط الاتنين دولار هيروح جاي موقفها بس هو هنا هيقول لك ايه بقى ان انا هعمل الكلام دوا لما اكون عمل تمرات ظهور طوال الحملة عدة التمن تلاف فانا دايما بشير الفلتر ده واقول له لأ انت طبق القعدة لما تكون التكلفة عموما اكبر من اتنين دولار وممكن اعمل هنا حاجة تانية ان انا مثلا احط شرط تاني ان انا مثلا اقول له ان ان النتائج مثلا اقل من وليكن مثلا مية يبقى انا مثلا هنا اقول له ايه ان لو كانت التكلفة اعلى من اتنين دولار والنتائج اقل من مية وقف الحملة الاعلانية دي طيب ممكن اعمل حاجة تانية ان انا اقول له هنا طبق لي على المجموعات الاعلانية النشطة وقف المجموعة الاعلانية في حالة ان التكلفة مثلا لكل نتيجة كانت اكبر من اتنين دولار على سبيل المثال وممكن اجي هنا واقول له خيارات الفلترة الاضافية الافضل ان انا نخليها سبعة ايام ليه سبعة ايام علشان خاطر ما يجيش في يوم مثلا على سبيل المثال كان اليوم ده اجازة جمعة او سبت والتكلفة فيه زادت في اليوم دوان فيروح جايه هو مطبق القاعدة لأ انا عايزه يطبق القاعدة في خلال سبعة ايام ما يحكمش على يوم واحد لان من الطبيعي ان فيه ايام احيانا زي الجمعة والسبت والاجازات الرسمية بيبقى التفاعل عليها قليل على الفيسبوك فما يفضلش ان انا اطبق الكلام ده على اول يوم على طول او على يوم واحد الافضل ان انا نخليه على سبعة ايام هيقول لي الجدول الزمني ممكن اقوله بشكل مستمر وبعد كده انا بدي هنا اسم للقاعدة ايا كان الاسم هيه هقول له مثلا التوقف المجموعة الاعلانية وبعد كده ادوس على انشاء طيب لو انا مثلا عايز اعمل اعلان او عايز اعمل اسكيل لاعلان ناجح يعني على سبيل المثال انا عندي هنا مجموعة اا عندي حاملة اعلانية جواها اكتر من مجموعة اعلانية والمجموعة الاعلانية دي الناجحة وانا عايز اعمل لها اسكيل ممكن أجي علم عليها كده واعمل انشاء قاعدة جديدة وقول لها التالي ودي هنا مثلا سكيل مثلا ديها اي اسم حلو اقول له ايه بقى زيادة الميزانية اليومية بمقدار يعني مثلا على سبيل المثال لو انا في العادي مثلا في الحملة دي كنت بصرف عشرة دولار فانا واقول له والله انت ممكن تزودني مثلا بنسبة وليكن مثلا عشرة في المية كل مثلا كل سبعة ايام او مثلا تلاتين في المية كل سبعة ايام بس بشرط ان اليوم الواحد لا يتعدى الخمسين دولار يعني متصرف ليش متعدش تزود لحد ما اليوم يوصل معي المليون دولار لا انت كلا بتلبسني في الحيط احنا بنحط ايه زيادة الميزانية اليومية بمقدار تلاتين في المية بحد اكسر خمسين دولار طيب انا دايما عندي قاعدة بتكلم فيها وبقول ان دايما بيبقى ليه انواع القاعدة بتاعت بتقول انك انت لما تيجي تزود الميزانية اليومية لازم او الافضل انك انت تزودها من نسبة عشرة الى تلاتين في المية كل من 3 الى 5 تيام اما لو انت شغال بنظام ال فالافضل ان انت تزود الميزانية الاجمالية بنسبة من 25 في المية الى تلاتين في المية كل من 7 الى 10 تيام يعني لو جينا طبقنا الكلام ده هناك كده فهقول له لو انا مثلا على سبيل المثال آآ بصرف آآ مثلا آآ آآ عشرة دولار في اليوم فانا ممكن اخلي العشرة دولار دول يبقوا مثلا على سبيل المثال يبقوا آآ خمستاشر دولار مثلا كل قديه بقى الزيادة دي تزيد مرة قديه مرة كل اسبوع تمام وقول له بس بحد اقصى ان انت ما تعديش ان هو الميزانية المية توصل لتلاتين دولار طيب ممكن اعمل شرط تاني اقول له ان كلام ده كله تطبقوا في حالة واحدة ان تكلفة النتيجة كانت اكبر كانت اقل من اقل من واحد دولار لكن لو العملية زادت عن كده فلا ما تطبق ليش القاعدة لان كده هيبدأ يفشل وطبعا هو هنا بيقول لي انا هتطبق برضو القاعدة لما مرات الزهور آآ الاعلان طوال الحملة كلها تعدي التمن تلاف هو هنا بص بيقول لك ايه ان هو بيوصي ان هو ما يطبقش القاعدة الا لما عدد ظهور الاعلان اصلا يعدي التمن تلاف يعني اول حاجة يقول لك ان هو لما يعدي التمن تلاف ويلاقي ان التكلفة لسه ما زالت اقل من واحد دولار فان هو يزود ويزود البوجيت اما لو هو عدى التمن عدى ما عداش التمن تلاف مشاهدة او التمن تلاف ظهور فهو مش هيطبق القاعدة لانه بيعتبر ان الوقت مش كافي ان هو يزود الميزانية او يطبق القاعدة اللي انت عايز تعملها وهيتيجي هنا مسلا نقول لك النطاق الزامنة ممكن تسببها له لحد الاقصى وتدوس انشاء فبالتالي تكون انت هنا عملت او ان انت عملت قاعدة آآ اوتوماتيكية يتطبق على الاعلانات بتاعتك وطبعا هي هنا مزيتها ايه مزيتها هنا ان هي بتوفر عليك وقت ومجهود ان انت تقدر تعمل قواعد اوتوماتيكية لما تكون مشغل اعلانات كتير للصفحة بتاعتك في برضو حاجة تانية ممكن نعملها وهي ان انت تخفض الميزانية اليومية او انك انت آآ تخفض الميزانية الحاملة كلها بمقدار نسبة مقوية مسلا على سبيل المثال لو انا بقى دلوقتي مسلا على سبيل المثال عندي مجموعة اعلانية جواها اكتر من اعلان يعني لو جينا هنا كده المجموعة الاعلانية دي جواها اكتر من اعلان فانا عايز اقول له ايه فانا عايز اقول له ان الاعلان اللي تلاقيه ناجح سيبه والاعلان اللي تلاقيه فاشل وقفه هاجي هنا رح جاي عامل انشاء قاعدة جديدة واقول له هنا تطبيق القاعد على اتنين اعلان اللي هما اللي انا معلم عليهم دول واقول له اقاف تشغيل الاعلانات يعني وقف الاعلان لما تكون النتيجة مثلا اا اكبر من وليكن اتنين دولار وقف الاعلان وبرضو في حالة اا ان انا سيبه سبعة ايام او تلات ايام على اساس ان هو يكون بس خد ايه خد اا خد وقته يعني حلو وطاربعا برضو ممكن نقول له ان برضو تطبق القاعدة لما يكون عدد الامبرشن زاد عن التمن تلاف فهو هنا يبدأ يتيست الاعلانين دول ويشوف الاعلان الفاشل فيهم وروح جاي مقافه عشان ما يصرفش عليه كتير وممكن برضو تروح جاي ساعتها بعد ما تعمل القاعدة دي تروح جاي عامل قاعدة تانية هنروح للمجموعة الاعلانية وندوس على القاعدة ونشئ ونعمل انشاء قاعدة جديدة ونبدأ نقول له ان ايه المجموعة الاعلانية اللي تلاقيها الدنيا فيها ماشي كويس زود بقى ابدأ زود الميزانية اليومية او زود الميزانية اا او خفض الميزانية او زود الميزانية الحملة كلها بمقدار كذا ان انا مسلا لو شغل بنظام فاقول له والله زود لي الميزانية بخمسة عشرين في المية. بس الحد الاقصى مسلا ما يعديش تلتمية دولار للبجت بالكامل. والكلام ده يحصل مرة كل اسبوع. وتروح جاي في الاخر مدي اسم للقاعدة. مسلا وليكن مسلا. وتروح جاي ده تحت على انشاء. كده تكون انت عرفت ازاي تستخدم او اللي هي القواعد الاوتوماتيكية وتطبقها على الاعلانات بتاعتك لان دي هتريحك جدا في ادارة الحملة الاعلانية بتاعتك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو بتتفرج عليها على الفيسبوك. ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسترايب لقناة وتفعل الجرس عشان ينصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.